اولا هو قانون مالي كما قلت في المدخلة هو قانون دا حمولة اجتماعية يعني يساهم في تحفيز الاقتصاد انعاش المقاولات ولكن عنده حمولة اجتماعية يعني القطاعات الاجتماعية او التماسك الوحيمة الاجتماعية في صلب هذا القانون فبالتالي نعكس على اهم اجراءاته واهم محاوره الاساسية لا من حيث التدابير التي تروم توسع قاعدة الحميل الاجتماعية او تعزيز القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم بالاعتمادات المالية الضرورية من اجل انجاز البرامج والمشاريع التي توسع قاعدة الخدمات المقدمة للمواطنين وعدد من الاشكالية البنيوية التي تعاني من هذه القطاعات خاصة كما قلت تعليم الصحة وتشغيل وتشغيل مرتبط بطبيعة الحال بتحفيز الاقتصاد الوطني بانعاش جاذبيته بانعاش نفسياته باش يقدر يشغل اكبر قدر ممكن من الخريجين السنويين الوافدين على قطاع الشغل وهذه طبعا اهم المحاور او الفلسفة التي حكمت مشروع قانون ماليس 2019 وهناك طبعا تدابير جمهوركية وتدابير ضريبية كثيرة جدا لفائدة المواطن من ناحية المالية او لفائدة المقاولات من ناحية ضريبية مثل ضريبة على الشركات كذلك تخفض لعب الضريب على الشركات الصغرى والمتوسطة هناك توضح عدد من مقتلات الجبائية والجمركية لتبسيط المساطر لفائدة المقاولات هناك إجراءات لإلغاء عدد من ضرائب القديمة الديون القديمة اللي كانت على العاتق المواطنين قبل سنة 2000 في حدود 50 ألف درهم لكل فارض فبتالي هناك تدابير كثير جدا وطبعا هناك فريق العدد والتنمية تعاملنا مع هذا المشروع بهذه الخلفية بهذه الفلسفة بهذه المبادئ العامة وكانت مساهمة جيدة للفريق في إطار تجويد عدد من محاور لهذا المشروع قانون المالي اشتركوا في القناة